سلام لبنات كنت من تكون وكلكم بخير وعلى خير وبأحوال جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم الفيديو اليوم سنحضر معكم غرطان الشيف لور اللي يجي رائع كي يجي بزي 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 وكذلك وحد طبق ديال الروز اللي سهل وكي يجي خفيف ضريف كي يجي الصراحة وغزال وكي يجي مفرك سنخليكم دبا مع المقادر والطريقة ديال تحضير وفرجة ممتعة و اول حاجة غاد نبدأ بها هو الطبق ديال القراطان ديال الشيف لور هنا عندي بطاطس او بطاطا مقلية قطعتها على شكل دوائر على هاد شكل هذا وقليتها إلا بغيت انتم ما تسلقوها يعني ما تقليوهاش بغيتوها تكون مسلوقة سلقوها مشي مشكي غير هي هاد البطاطا مقلية صراحة كتجي غزالة مع هاد القراطان وغزالة نحتاج هنا كمية ديال الشيف لور مسلوق انا سلقتو هنا في شوية ديال الملحة والماء و شوية ديال تومة والحامض باش يحيد لي هاداك الجهد ديال ريحة ديال الشيف لور اه كما تبقاش في ذيك الريحة ديال المجهده وكي يجي الصراحة لدي كذلك بالنكهة ديال التومة وهنا عندي السلسة ديال بشامل اللي دي جاء وشاركتها معاكم في القناة ديالي غتي نخلي لكم الرابط ديال فيديو operates في صندوق الوصف و عندي شوية ديال فرماش محكوك تيبعها اختياري هدوا هما المقادر هاما المقادر هانذا هادا ليهن جatti الغراطان الي غانب هاداission خالتها هو نجاتا لهاد القراطان اول حاجة هادين بدأوا بها هو غز Mitchell اخضى طبق الي خارج اللي غارج اللي غر starting up the oven سوف نستفف البطاطا المقلية تقدروا تسلقها تقدروا تسلقها وصفات ذهنية وضفت لها شوية فرماج ونضيف الفلور قطعة الحاموض وشوية الملحة سوف نستفف القطعة كبيرة وكذلك الكمية تبقى على حسب عدد الأفراد العائلة تقريبا انا استعملت هنا قطعة الفلور صغيرة سوف نستفف كامل بها الشكل سوف نضيف لي فرماج محكوك اي فرماج عندكم استعملت هنا موزاريلا تستعملوا فرماج المتلت او تستعملوا فرماج شرائح على شكل مربعات حتى يجيزوين من بعد ما استففت هذا الفرماج هو كامل على القراطان او على الشيفلور من الفوق طبقة الأولى البطاطس المقلية والطبقة الثانية هي الطبقة الشيفلور هنا كنبدأ نضيف في السلسة بشامل بهذا الشكل نحاول نغطيها هذا الشيفلور بسهولة وسريع تحضير لا يوجد قوة المقادر ويجيزوين رائح انا نغطيه كله بشامل ونضيف لي فرماج ويجيزوين 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 ونضيف فرماج ونضيف ونضيف طبق الروز اللي كيجي الصراحة لديد بزاف اول حاجة غدي نحتاج فيه هنا شوية مقلة غنوضع فيها شوية الزيت الزيتون والزيت المائدة اللي متوفرة عندكم وغدي نضيف لي كدلك بصلة كبيرة قطعتها هكا مشلدة رقيقة على هات الشكل هذا غدي نخليها تشحر معي واحد شوية حتى الدبال على هات الشكل من بعد غدي نضيف ليها الزيتون مقطع أخضر والزيتون مقطع أسود الصراحة كيجي لديد بزاف هذا الروز وسهل وخفيف وبسيط جدا ولكن كيجي الصراحة رائع من بعد ما شحرتهم واحد شوية غدي نضيف هنا تقريبا جوش كيسان ديالروز أنا عبرت هنا الكيسان بهذا الكأس هذا يعني استعملت معاكم جوش ديال الكوؤوس وغدي احتهوم نشحرهم مزيان شوية مع هات الزيتون الأسود والزيتون الأخضر وهاديك البصيلة باش كيعطيني واحد اللون هنا التوابل غدي نضيف واحد شوية ديال كامون تقريبا واحد نصف معلقة صغيرة ديال كامون غدي نضيف كذلك واحد شوية ديال ابزار أسود أو الفلفل الأسود حتى هو نصف معلقة صغيرة يعني هنا الكيمياد التوابل كتبقى على حسب اختيار ديالكم مش حال بغيتو واش تكتروا منها وغدي نضيف هنا واحد ضامة ديال بنا ديال السمك باش كتعطيني واحد للدزوينة وخلاص غدي نستعملوا هاد الروز فيه الطون او تونة باش كتعطيني واحد للدزوينة وضفت كذلك شوية ديال التونة غير ما تسجلتش ليه هنا وضفت كذلك شوية ديال ربيع مقطع يعني قصبر ومع الدنوس غدي نخلط المكونات مع بعض مزيان حتى يتحمر عندي من بعد غدي نضيف كماشتوا معي هنا علبة ديال التونة او ديال الطون هنا تستعملوا اي نوع عندكم سافي هنا غدي نخلط المكونات كلها مع بعض تقريبا واحد دقيقة وانا كنشحر فيهم باش كي يتجانسوا مع بعضياتهم وكذلك ذاك الروز كيتحمر معايا انا هنسا عملت ذاك الروز الأصفر يعني اللي تيكون ماشي الروز الأبيض اللي تيكون مكركب او تيكون هكذا دائري كما كاتشادوا معايا كيتحمر معايا ذاك الروز كي ياخذ واحد اللون اللي غزال بزيب من بعد ملي كي طيب كي ولي في في واحد اللون بني وكذلك واحد من بعد ما قلت لكم نخلط المكونات كلها معاها تقريبا واحد دقيقة او لجو دقيقة سنضيف هنا الماء سخونة لبنات الماغليان هنا قد استعملت الروز جوج كيسان او جوج كؤوس سنستعمل اربعات الكيسان ديال الماء سخون وبالنفس الكاس اللي عبرته به الروز هو اللي غتعبر به الماء إلا استعملتوا زلافة ديال الروز ستستعملوا جوز زلاف ديال الماء استعملتوا نصف كأس ديال الروز نصف كأس ديال الروز ستستعملتوا كأس ستضيفه جوج كيسان ديال الماء وبالنفس الكاس اللي عبرته به الروز و اللي غتعبر به الماء سوف هناك ماشو معايا انا ضفت ربعات ديال كيسان ديال الماء سخون سنحرك غير وحت حريكة خفيفة بهذا الشكل هذا كما تشاهدوا معايا و سنغطي و سنخليها البنات حتى يبدأ يغلي معايا بهذا الشكل هذا من اللي يبدأ الروز يغلي ستقفلوا عليه و ستغطيه و ستقفلوا و ستغطيه و ستغطيه و تنقصوه و يكون مهيلة و تجعله و يحتاجه على خاطره كما تشاهدوا معايا من بعد ما طاب 21 حتى الـ 25 دقيقة هذا هو الشكل النهائي من بعد ما يطيب شوفوا البناترا يوكح من هذا الماء و ستقفلوا و سترقوا و يتطلبوا و سترقوا و سترقوا ملون الروز كذلك لون الزيت الأسود الذي يطلق لنا كحولية يجب أن يفرق لنا في مقلة نهائيا لما حركته نهائيا ويجب أن يجب أن يفرق لكم الروز ويجب أن يفرق ويجب أن يفرق وهذا هو الشكل نهائي للأطباق ويجب أن تفرق بضيطة من القراطان ويجب أن تفضح ذلك من يجب أن يجب أن يكون فلور موجود يجب أن يكون قراطان هائل ويجب أن يكون مكونات بساطة وقتصادية ويجب أن يفرق الروز الزيت الأسود والتونة يجي تهوه في المنظر رائع يجي تهوه في المنظر رائع و يجي بنين و ديت بزاف و يجي مفرق هنا سوف نقطع معاكم القراطان للشيفلور باش تشوفوا كيف يجي من الداخل البنات يجي معلق و يجي طايف و يجي الصراحة بنين بزف بزف و ديك البطاطا المقلية أو البطاطا فريت اللي درتناها معاهم كي يعطي واحد لدى رائع و كذلك البطاطا ما تخليش داك المال اللي كيتلاق لنا ديال الشيفلور كتشربوهي و يجي معانا القراطان و كيجي طايف الصراحة ان شاء الله تجربوه و وينا الإعجاب ديكم لحقاش فعلا كيجي للدد بزاف خلاص بديك السلصة ديال بشامل و هذا الروز كذلك البنات را كيجي مفرق و كيجي للدد تي تواتى داكتون معا الزيته الأخضر و الزيته الأسود كيعطي واحد المضق اللي هائل و رائع وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال ليوما كنت مننا من كل قلبي الفيديو ديال يوما يكوننا الإعجاب ديالكم وما تنسونيش متبخلوش علي بلي لايكات والتعاليق ديالكم زويني اللي ديما كنشكركم عليها من كل قلبي وأنا كنضرب لكم إن شاء الله موعد في الفيديو الجاي وبسلام عليكم